وقع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ ووزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بجمهورية جنوب السودان ببروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بين الجالبين وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة البروتوكول يشمل مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية كما يتضمن البروتوكول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الجهاز في عدة مجالات منها إعادة حيكلة المؤسسات الحكومية وإعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة المدنية وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتخطيط القوى العاملة ومعدلات الأداء وذلك إلى جانب إعداد مدونة السلوك الوظيفي ووضع معايير حوكمة للاختيار والتعيين في الوظيفة العامة